هذا كما أعلن مجلس الوزراء تخصيص سبعة مليارات وخمسين مليون دينار للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية معتبراً أن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني ومؤكداً أن هذه الأموال من احتياطية طوارئ للسنة المالية الحالية وتدفع من خلال وزارة الخارجية تخصيص مبلغ سبعة ونصف مليار دينار للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية دعماً لشعبنا الفلسطيني من احتياط الطوارئ للسنة المالية 2021 وتدفع من خلال وزارة الخارجية